مرة تانية برحب بحضراتكم بداية خليني أطمنكم على المسحة اللي عملتها فرقة النادي لأهلي مبارح قبل التمرين اللي ابتدى في ملعب التيتش النهاردة دكتور أحمد أبو عابلة الحمد لله طمننا على نتيجة المسحة الحمد لله كل اللاعبين جات مسحلتهم سلبية وإن شاء الله بإذن الله نتطمن عليهم وإنا هحكي لكم يمكن السيناريو هيمشي جزي بكرة خليني بس قبل ما أدخل في تفاصيل تحضير النادي لأهلي للسفر أقول لكم أنه المطش طبعاً اتأكد بشكل رسمي تأكدات من الكاف للنادي الأهلي أنه المطش اللي هيجمع بين الأهلي والترجي يوم السبت اللي جاي هيبقى إن شاء الله بشكل نهائي ورسمي الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بدلاً من الساعة تسعة كان مطاد المطش هتلعب الساعة تسعة الكاف أكد خلاص بشكل رسمي أنه تم تغيير موعد اللقاء عشان يكون إن شاء الله الساعة ستة بكرة بقى يحصل إيه إن شاء الله بكرة في تمرين الصبح للفرقة هيتمرنوا تمرينهم العادي في ملعب التيتش بعد كده الفرقة أو بعثة الفريق كلها هتتجه الساعة أربعة تحديداً لرادس وده هيحصل من خلال رحلة خاصة أو طائرة خاصة لفرقة النادي الأهلي وكابتر محمود الخطيب هو اللي هيكون رئيس البعثة إن شاء الله بإذن الله ويمكن طبعاً حضراتكم عارفين كابتر الخطيب حريص دايماً على مساندة كل فرقة نادي الأهلي بشكل عام وأيضاً فرقة كرة القدم بشكل خاص بيكون دايماً معهم خصوصاً في المطشات الحاسمة أو المطشات الصعبة أو التقيلة ومطش بين أهلي والترجي أياً كان في دور إيه هو بالتأكيد واحدة من المواجهات الصعبة في كرة القدم فعشان كده حقيقة كابتر الخطيب هيكون موجود وأعتقد الخطيب في التوقيتات دي وفي المناسبات دي بيكون له دور كبير جداً في تحفيز اللعيبة في خلق جو بيدي نصايح بيدي خلاصة خبرة واحد من أفضل لعابة كرة القدم في القرى الأفريقية عشان كده وجوده في المطشات دي بالتأكيد بيفرق بشكل كبير مع النادي الأهلي ونتمنى إن شاء الله بإذن الله التوفيق لعابتنا الجهاز الفني يمكن يعني يفضل أنه يسافر قبل المطش بأربع تيام عشان يتعود على الأجواء في تونس ويتعاش مع الأجواء خصوصاً ناحية الطقس وكده لو أن تونس الحقيقة جواها حلوة في التوقيت ده وأعتقد أنها أفضل بكتير من مواجهات صعبة مرت على النادي الأهلي خلال منافسات الشامبينز ليجي السنة دي فبتحيق لي مش هتكون عقبها المطش هتلاح في توقيت برضو مناسب جداً حضراتكم عارفين أن بعض الفرق كانت بتفضل دايماً أنها هتلاعب الأهلي خصوصاً فرق الوسط أفريقيا في التوقيت بدري شوية عشان يعني تعرض لضغط الحالة الجوية لدرجات الحرارة الرطوبة لكن أعتقد لعبنا فيه ظروف أصعب كتير جداً من الهنواجة فيها الترجف رادس وإن شاء الله بإذن الله إحنا متفقلين جداً 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 ترجمة نانسي قنوة